اشتركوا في القناة كرامة ناقة انا افتخر بها بحيث ان نقول اقاتلوا لحماية عرض الناقة وانما اقول اذا كان فعل هذا لعرض ناقة فلا تلمه ان يفعل كل شيء للحفاظ او للدفاع عن سيدنا ونبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم دعنا نقر الان بكلامك اننا نحن كمسلمين بشكل عام مقصرون بشكل كبير جدا في اصال الله لكن هذا الذي حصل ليس نتيجة تقصيرنا ليس نتيجة تقصيرنا لكن احد العوامل التي ادت لانه الدماء في الدنمارك او في اوروبا او في اي مكان في العالم يعلم علم اليقين انهم لن يستطيعون ان يمسل هالكاست باي شك من الاشكال لان اليهود استطاع ان يوصلوا رسالتهم وبقوة لكل العالم وكان الدنماركيون في هذا الحدث في بداية الامر عن سبق اصرار وتقصد مصرين اصرارا منقطع النظير على اهانة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما انقطع رأس شخص فقيل له رد الرأس مادام الدم موجود فكابر وعاند حتى تعفن الرأس ويريد الان ان يرد وبالتالي فلاعتذار اليوم ان تم او ان حصل فهو غير مقبول لان القضية قد فاحت رائحتها وتعفن الجسد والامريكان بالمناسبة عملوا ابشع مما عمل الدنماركيون لكنهم كانوا اذكى والبريطانيون ايضا عملوا كذلك ولا كانوا اذكى الامريكان اهانوا المصحف الشريف كلام رب العالمين وفيقوا ان تناموا لكنهم فورا يخرج المتحدث الرسمي ويتكلم بكلام وان كانت كلاما دبلوماسيا لكنه يبدأ باننا سنحقق ونفعل ونفعل